اهلا بكم مرة تانية بعد الفاصل خلينا نرحب بضفة الكبير النهاردة المنطقة الحديثة لفريق الأحلام بقى الناد الأهلي فريق الكرة الطائرة رجال وهو كابتن أبو السعود إمام كابتن أبو السعود منورنا ومشرفنا اهلا بسعادة محضر بمبارك لك على انتقالك إلى الناد الأهلي وإن شاء الله تكون إضافة قوية لفريق الناد الأهلي بإذن الله بإذن الله خلينا نبدأ الحديث معاك من صفقة الانتقالة تمت إزاي والله ما فيش هو كابتن يعني كابتن ميدو تكلم معايا وكابتن أحمد سعيد هو سكاوتينج تكلموا معايا حبيه أن أكون موجود في الناد الأهلي هو يعني أنا كنت المفروض ده أكون موجود في الناد الأهلي من فترة آه يعني ممكن من ثلاث سنين قبل ما روح الزمالك أنا جيت فترة في الأهلي وبعدين روحت الزمالك وبعدين رجعت الأهلي تاني يعني أنا قبل ما روح الزمالك روحت فترة في الأهلي جاي من بيترو جيت لنادي كان المقارنة أو العرض أهلي وزمالك وبعد كده نتقلت الزمالك بعد كده نندي الأهلي آه مظبوط مظبوط خلينا نبدأ نشوفك دخلت ملعب كرة طايرة زي أكيد الجمهور عايز يعرف أكيد كواليس معينة دخلت ملعب كرة طايرة زي زمان أوي بقى نرجع للتاريخ من وراء كده شوية والله يوم أنا كنت يعني أنا صغير والدي كان بيحب يلعب كرة طايرة هاي عندنا ببلدنا يعني وكده فأنا كنت بروح أفرّج عليهم في مركز الشباب فأنا طولات بحبها يعني كده يعني فبقى يحب أحب الكرة طايرة أنا أحب أقعد أجري على الكرة بقى يعني كل صغيرين داهم يحب لعب كرة القدم كان هويتك وأنت صغير تروح لكرة طايرة مش كرة القدم آه لا لا كريمة شوية لا هو مش غريبة أنا كنت اتولدت يعني أنا والدي ليته بيلعب طايرة اتولدت في ملعب طايرة زي بيقول والدي آه والدي كبير فهو بيحب يلعب الطايرة ودي لعبة موجودة عندنا في بلدنا فأنا كنت بروح أفرّج علي الناس ما أنا صغير يعني هم بيلعبوا فأنا أخدوا الكرة بقى وكده فحبيت الكرة الطايرة ومن هناك يعني روحت وبدأت تلعب كرة طايرة آه بدأت ألعب طايرة من بيترو جيت لزمالك وجيت الناد الأهلي قولي أول يوم دخلت وقع فيه العقد بتاع الناد الأهلي وقعت ازاي وكان استعبال الناس ليك في الناد الأهلي ازاي والله يعني الناس كانت مرحبة بوجودي آه الواحد يعني يعني المعاملة كانت كويسة دخلنا سلمت على كابتن ميدو آه كابتن رعوف دخلت المكتب يعني كنا متفقين طبعا كابتن رعوف عبادر وده كابتن خالد طبعا آه سنة مرحبة بزينا وكابتن بيضو بسلح آه متودين في التوقيع آه تمام هين قولي إيه الأول واحد هنائك في الناد الأهلي أو أول واحد هنائك في انتقالك إلى الناد آه والله يعني أنا صديقي يعني وكده من هام بترجيت من زمان آه فده محمد واحد صاحبي وكان بيلعب معنا في المنتخب آه هو اعتبر أول واحد يعني هناني مع صاحبي صحابي برضو من نادي آه واصحابي في الناد الأهلي طبعا آه اللي بلعب معي في المنتخب آه وطبعا والدي آه كان مبسوط إيه النصيحة لكابتن ميدو بسلحي قالها لي يا بسعود أول ما جاء النادي الأهلي وقال لك إيه بالزبط والله هو كابتن ميدو يعني آه عرفني النظام في النادي الأهلي يكون ماشي إزاي ونظام التدريب وآه قال لي إن شاء الله كن معنا يعني موشم كويس وآه الدنيا مختلفة وإن شاء الله طبعا السنين كويسة يعني في النادي الأهلي عادة كم سنة؟ هو ثلاثة وكانت ميدو كان عايزنا أكتر كان عايز أكتر أكيد النهد الأهلي لي صابع خاص في التعاقدات مع اللاعبين لهي خلينا نقول أكيد لعبك منتخب مصري في الناشئين والشباب قربك مع لعيب تنادي الأهلي قل لي مين أكتر لعبين كنت بلعوه معك في النهد الأهلي في المراحل الشبابين والله أنا يعني أنا محمد رمضان ده الليبرو ده جي لي ولعب معي كل المنتخبات تقريبا ولعبت برضو مع أحمد سعيد وعبد الرحمن وعادل دول برضو كلهم لعبت معهم تقريبا مدارب برازيلي بالرد أضاف إيه لكابتن بصعود؟ كابتن ميريندا طبعا هو كان موجود في الفترة بتاعت المنتخب بطولة كاس العالم 23 سنة طبعا حقا أنا فيها إنجاز كويس أخدنا خامس عالم طبعا ده حاجة كويسة المصر تقريبا كان تاني جيل يعمل حاجة دي بعد الجيل بتاع كابتن أحمد صلاح وكابتن عبد الله فكان إنجاز يعني فضاف للمنتخب كله وطلع لعيبة كتير كويسة يعني طلع لعيبة لبرا مصر ولا طلع لعيبة لفرق المصرية طلع لعيبة لإحتراف الخارجي ولا كله دخل لأندياء المصرية والله أعتقد إن فيه أكتر من اللعيب كان في المنتخب جايله عروض يعني إنه يقدر يلعب في حاجة برا ليه الأجيال دي مع إنها لينفتاح أكبر من الأجيال القديمة يعني ما عندناش عاشرة محترفين خمسة شرعية محترف خارج مصر يعني أكيد هو كلهم تقريبا يعني بيجي عقود احتراف للعيبة بس تقريبا فيه لعيبة مثلا بيبقى فرق عقود برا كبداية يعني بحكم أن انت مثلا هم يعني ما بياخد لعيب برازيلي غير ما بياخد لعيب مصري بيدوله فلوس مثلا أكيد فطمعا بيبقى الفلوس أقل بكتير واللعيبة هنا بتبقى بتاخد برضو بيجي لها هروق كويسة وبرضو أكيد في حاجات اتحاد وحاجات كده يعني 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 فيه شوية يعني نقط لازم تتعدى آآ 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 مش حاجة سهلة يعني برا مصري يعني بسهولة عقودك في مركز أربعة في النهي الأهلي حاجة صعبة جدا أكيد طب نحوم محمد عبد المنعم ومحمود رقوف وأحمد عبد العيل وأحمد سعيد يوسف الصافي طرع ناشئ المركز ممتلئ شايف ده من وجه تنظرك ازاي المنافسة هتكون ازاي معا والله انا شايفها حاجة كويسة مش حاجة وحشة بالنسبة لي ان انا هكون بقى لعب برضو يعني كابتن محمد عبمانعم احمد رعوف احمد سعيد كل دول برضو لعيبة كبار اكيد واحدة هستفيد منهم هتلعب وفي الاخر يعني مجهودك وتعبك هو اللي هيخليك موجود ان شاء الله شايف المنافسة ونافسة قوية معهم في الاحيزة المركز اكيد اكيد منافسة قوية ريح لأحسن دعيف افريقيا كابتن محمد بنعم طبعا يعني ما فيش كلام عليه احمد سعيد ما شاء الله دلوقتي حاجة كبيرة محمد حمد يوسف الصافي اللي طالع كلهم لعيبة كبار كلهم وحاجة كويسة بس رحهم حلوة ما هو برضو ربنا هيديك على قد تعبك اكيد انا مش رايح اقعد فانت اكيد رايح يعني انت على قد تعبك ربنا هيديك اكيد الاحتراف في الوقت ده يعني بيخلي اللعيب يحترف لانه هو ده شغله ده شغله الشاغل خلاص يعني حياتك الملعب لغاية المدهيات بطا رياضة هي حياتك جوال معا فالمحتلف اكيد بيكون موضوع مختلف اه اه اكيد تبخلينا نقول تليفهم مهم معنا بسأل خلا كابتن ميدو معنا كابتن ميدو مصلحي والمدير الفني لكرة طائرة الرجال بالنادي الاهلي كابتن ميدو دايما بيكون سعداء وانت معنا بصراحة صفقة صفقة مهمة وصفقة قوية انتقلت الى النادي الاهلي وهو كابتن والسعود امام انا قلبي معاه بصراحة عبيدو على الوجود الابطال او النجوم في النادي الاهلي قلتلو ايه كابتن ميدو والله اول حاجة اول تهالو نفس اشارس اجدا بالمركز البعض الزياد يتضم عديد من النجوم في النادي الاهلي على رقصوم منع مستعيد وعبد العيل وروف وهو ولو فيش ازار كبان طالع سعد زي الصافي وزي الحسيني مركز الحمد لله مليان نجوم بش هو بالسعود يعني الواحد كان عينه عليه من الزمان من فترة يعني لكن ان شاء القدر يعني ان هو يروح نادي المالك وتقلق فيه طبعا بكويس قوي ولو قبل ما خلص عقده الحمد لله ان يدرنا ان احنا نضمه بالنادي الاهلي طيب اضافة قوية ان شاء الله بإذن الله انا بيتمنيره اكيد توفيق واكيد فرد الطائرة بنسبة لنا فريق احلام الكرة الطائرة مع كابتن ميدو مسلحي يعني صانع بطولات النجوم وتاريخ كبير جدا فيها النادي الاهلي لاعب ومدير فني خلينا نخش لبعض الاسئلة المهمة لمحيارة الناس كتيرة معاك النادي الاهلي او اتحاد الطائرة قرر لعب التور الاول من غير الدوليين تمانية منتخب مصر وكلهم وانت معاك لعيبة اربعة خمسة في النادي الاهلي الامور اتوازنت ازاي او ايه الاحداث قولنا كابتن ميدو والله انا ضغط القرى يعني ومش فوقت هو كان فيه فعلا الدوري هيبدأ ايو 11 بدون اللاعبة الدولية بدون احساب النتاج جد عيدة يعني احنا متأهلين كده كده تمام انا طبعا اعتربت لان تقريبا زي ما انت قلت فيه ثمانية في المنتخب وكمان اعب ومصاب يعني انا هلعب انتقر تشعر من قاومة دي الاهلي طبعا كتير جدا 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 العدد دهوت طبعا انا اعتربت في الاجتماع في الاجتماع لكن رئيس الاتحاد او الاستاذ انتجير التنفيذ ماده هاتفهم طبعا ان احنا المادل احلي يلعب بحيش ان نزاجنا مش محسوبة لكن انا مضطر ان انا هلعب طبعا وان شاء الله هعتمد على المجموعة الموجودة او المجموعة المشئين الموجودة بعد ما يجو حتى من كاخ العالم بانهم عدهم طول العالم زي صافي والحسيني ومرجان وحمادة وامر ياسر وامر اجرم يعني فيه مجموعة كده ان شاء الله هستعين بيها بدور طبعا نجو من الفريق عبداللطيف ومحمود رؤوف طبعا هيكون متواجد طبعا ان شاء الله ربنا سهل كده محمد رمضان محمد معوض ان شاء الله يعني الدور الاولاني ده نعديه حاول بخبر المستطاع طبعا ان احنا انا عارف طبعا السلسلة بتاعتني بيها دي ما ما تنكسرش فان شاء الله ربنا سهل ونقدر نعمل مطرات كويسة واحدة طنجورة ان شاء الله كده كده احنا نصعبين ان شاء الله بإذن الله احنا اكيد واسقين في كابتن ميدوم صلحي واسقين في لعبتنا جامد جدا اذا كانوا ناشئين او شباب يقدروا يعد الموضوع لكن هقف عند بدون نتائج يعني ايه كلمة بدون نتائج النهاردة انت تلعب كان مطش في الدور الاولاني وهيعدي ازاي من غير نتائج ولفرق التانية هتقول ايه يعني انا النهاردة لعبت ناديل ايه مثلا وكسبته النهاردة ريها مطش ريها تنين بونت ريها تلاتة بونت يعني ازاي هنالعب من غير نتائج بعايش غطويدو عايزة يعني نوضح هو الدوري تقسم اربع مجموعات كل مجموعة ستة فرقات اربعة وعشرين اللعيب اللي في المنتخب اي نادي في لعيب في المنتخب النتائج بتاعته مش هتتحسب يعني هيلعب من غير ما هتحسب النتائج هو كده كده صعب هياخده اول تلاتة من كل مجموعة يلعبوا اه يبقوا اتناشر فرقة يلعبوا بيهم دولة بايحكة تماما اي حد في لعيب عنده في المنتخب مش هالله واحد باش النتائج بتاعته مش محسوبة يعني يا كده يعني حتى لقيت غلب او كسب خسر نتائجه مش محسوب حتى ولا لفرقة التالية مناسبة طب هل هل ده يا كابتمي ده بصراحة شديدة هل ده بيضيف للمسابقة حاجة انا شايف بلوجية نظر ايه اننا النهاردة بلحب بدون هدف في المباراة لانا اكسب او اخسر بيبقى المباراة بلا طعم بصراحة هو الاجتراحات يعني ووجي اتنظره او كابت نحمد عبداني موجي اتنظره ان الدوري مش المستنادي بنوزم استثنائي لان المنتخب عنده ارتبطات كثيرة جدا خصوصا ان هي في تصفيات اللوبيات توكيو عشرين عشرين دي مهمة جدا بالنسبة للمتخب تصفياتها في شهر واحد فالراج الاجنابي عايز اللعيبة اديها بشهر هو عايز يبدأ الدوري بدري وفي نفس الوقت يخلصه يوم تلاتين اربعة حيش ان الدعيبة تاخد راحتها قبل التجمعات اللي اتخذ ان شاء الله هو دي وجهة نظر الاجتراحات دي وجهة نظر بالنسبة لي جايز يكون حاجة سلبية لكن انتحاد الطائرة طبعا انتحاد يحترم جدا وله وجهة النظر لكن خليها في ناحية ايجابية وهي لعب ناشئين وشباب النادر اهلي في بطولة 8 ماتشاط او 5-6 ماتشاط اكيد دي اضافة كويسة جدا ليهب وخبرات لتراكم اللاعبين والله يمكن هي دي حاجة عجبية جدا الولاد دي هياخدوا ثقة شديدة جدا ملعبوا وسط فرقة طبعا مستدوري يعني فرقة اللي هي طبعا 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 الشمس فرقة مسترمة فرقة اللي هياخدوا خبرة خبرة محلية كويسة جدا يمكن هي فعلا دي الحاجة المسيطية اللي واحد يعني مستبشت خير بيها ان شاء الله ان دولاد دول يظهروا ان شاء الله اعتقد فرصة جيدة جدا اللي هيقدي وهيبان هيكون متواجد معك في المرحلة اللي جاية ان شاء الله باذن الله باذن الله خلينا نسألك برضو السؤال المهم هنبدأ امتى او الفرقة هتبدأ امتى تمانية منتخب مصر وهنبدأ لفترة الاعداد باذن الله امتى والله تمانية بس تمانية منتخب مصر كل الولاد دولة الشباب برضو عندهم بطولة علامة في البحرين ودي ناس عندها بطولة علامة في تونس فانا هبدأ باللي موجود حوالي اربعة او خمسة ان شاء الله يوم ستاشر سبعة ان شاء الله الموصل الجديد هيبدأ دينا وعلى مهلينة يعني قدامنا حوالي شهرين ومصر الباية لما الدور يبدأ يعني هيبقى تقيلة قوي من ان ان انت تبدأ بخمسة بس لكن ان شاء الله هجمع المهمة ان شاء الله نحاول لقاء البدنية كده في الاول وواحدة واحدة ان شاء الله اللي اللي بتعشره بيتضم علينا وان شاء الله نحن المتشفة عايزك بقى تتمرب معهم وكبتميدوا عشان تنزل الدورة اللي هو دول الاولية ده يا ريت والله الله يا تخدمه انا عارب هتقدر ما شاء الله عليك بصلاح حبيب ان تقدر ترى عبدالباد دلوقتي وربنا يكرمك بجد ومناتنا بطبيبها لفري الاحلام في النادي الاهلي الكرة الطائرة بيخلات حضرتك وبإذن الله تكونوا دايما عند حسن نظرنا جابهين النادي الاهلي شكرا كبتمين شكرا كبتمين شكرا كبتمين قال انها منافسة شرسة زي ما اتفقنا كلها بنكلفي قال منافسة شرسة جدا في هذا المركز اكيد منافسة شديدة الام من مين فيش هو انت بتتعب وبتعمل عليك والنتاج دي بتاعت ربنا يعني انا دي حاجة يعني انت بتاخد بالاسباب وربنا هو اللي بيوفك كلم بصراحة شديدة معك انت خلق من زماك الاهلي سبب لك بعض بعض المشاكل على السوش الميدي اكيد بالتعامل مع الوضع دي ازاي اه والله يعني انا يعني ما سم حد بيدخل يشتم او يتكلم او اي حاجة يشتم اه على طول على طول على طول على طول فخلاص يعني انا بشوف الكلام انا بقدر الموقف اه عادي فيه كل حدي بيبقى متعصب لنا دي اه فالناس بتدخل تتكلم وكده بامسح الكلام وخلاص انت حتى اعتقد انا في عصر احتراف يعني شايفه يعني عادي خلاص اكيد من حق كل واحد بيسبلك ضغط نفسي عليك الكلام ده لا 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 عادي خالص يعني انا عادي ما هو ممكن هو يبقى نفس الشخص هو هو من يوم او يومين تلاقيه بيشكر فيك اه كده تلاقيه ع طول بي يعني مرة يشكر ومرة ياخدك واحدة تقيلة هي الدنيا كده مستحمل خلاص متعود لا عادي خالص عليك يعني من وجهة نظري فيه ضغط عليك بالسوشال ميديا وفيه ضغط جوه المنافسة جوانادي القالي الضغط النفسي اللي عليك هي بقى تقيل شوية في اول سيزن سنين رأيك ايه اه والله انا مش شايف ان غير ان انا اه يعني انا مش مش شاغل بالي بحد انا شاغل بالي بنفسي يعني انا اتمرن اه واعمل علي واقصح حاجة اه والنتاج بتاعات ربنا يعني ربنا مسلا انت مش هتتعب وربنا مش هيديك اوفقتش في الناد ليه هتوفق في اي حتة لا ان شاء الله عايزينا تكفر الدنيا في الناد الاهلي بس فهي هي الفكرة قلنا انت ما ما تشغلش بالك بالما مش شاغل بالي بالامور مش شاغل بالي غير ان انا اعمل واقب انا انت جاي مركز في الشغل بتاعك فقط لا بيك اه ما ليجي دعوة انا باي حاجة اه مين موجود اه اكيد كلهم لعيبة كبار اصلا انا عطى بص لعيبة كلها كويسة بس برضو انا مش قليل اه فانا محتاج ان انا لا انا اركز انا مجهودي في نفسي بص اكيد بص اكيد انت نجم كبير واكيد انت اضافة قوية لكن انا وانا لعيب لما يبقى في اربع خمس نجوم جوه المركز بيكون المركز بقى تقيل وكله عايز يلعب اكيد اكيد وحاجة بتبقى صعبة بس الدور طويل واللعيبة كلها بتلعب بكلمك بصراحة اه فرصة كويسة عدم وجود الدوليين في النادي الاهلي في الوقت ده عشان تقدر تلعب الدور الاولاني تاخد سيقة وسيقة الجمهور وسيقة اللاعبين عشان تقدر تنافس المنافسة حاجة كويسة اكيد اه اكيد بس يعني مش كويسة لنادي النادي لازم ان اللاعبته تبقى موجودة اكيد اه يعني النادي محتاج لعبته برضو اه ناس تبقى موجودة يعني تعريبا الفرقة كلها في المنتخب عبدالله واحمد صلى الله عليه وسلم كله فرقة طبعا ازاي تلعب من غير اللحيبة بتاعتك خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل معكب تنوي السؤول نكملين مع كابتل عبدالسعود امام وصفقة المنتقلة حديثة لفريق الكرة الطائرة رجال بيئة النادي الاهلي اضافة قوية جدا ان شاء الله نتمنى له التوفيق داخل القلعة الحمراء بازن الله واضافة بطولات جديدة مع ابطالنا فريل احلام في النادي الاهلي كابتل عبدالسعود لو كلمنا على المنافسة المنافسة كبيرة جدا في الطائرة في الطائرة دايما بتكون في منفسة كثيرة بين الاندية شايف المنافسة مع النادي الاهلي ازاي سنة تلت والله اكيد فيه منفسة كبيرة الاندية زينادي الجيش والزمالك برضو والسموحة يعني ده كويسين يعني برضو فالموسم برضو مش سهل بس يعني فريد النادي الاهلي يعني اكيد في حتة تانية اكيد فريد النادي الاهلي في حتة تانية بس انا هكلمك على نادي بذاته وهو نادي سموحة نادي سموحة ما شاء الله علي صاعد بقوة الساروخ ده رائع بصراحة يعني مونس فريد طائرة اللي نسموها بصراحة عامل طفرة كويسة هل يقدر ياخد بطولات ولا المستوى بعيد؟ هو اكيد فريق سموحة فريق كويس وفريق كبير طبعا بس خبرات لعبة الاهلي تفرق تفرق كتير اكيد خبرات مختلفة تماما اكيد اكيد كل الدعم السوشال بيديو بتبقى فيها اه لا بس اكيد دعم الاسرة هو اهم دعم عند ابو صعود امامه اه والله اكيد يعني انا بالنسبة لي مثلا وجودي في النادي الاهلي ده حاجة يعني والدي كان سعيد جدا بدا اه لا حكيني بقى. احكيني بقى اين لا حصل قالك ايه. ده كان الحاجة. انا والدي يعني اهلاوي متحصب شوائح. لا ده اهلاوي متحصب ده كواس جدا. ده لك موافق. بس فطبعا يعني لما عرف ان انا موجود في النادي الاهلي فأنا تقريباً ما فرحتوش زي ما فرحت انเดدى الاهلي يعني فحياتي كلها تقريباً يعني فرح جداً يعني يمكن اكتر حاجة بسطت بها ان انا كنت موجود في النادى الاهلي مش هو بس يعني النば يعني هو وأهل قريتي كلهم وأهلي قريتي كلهم أوكيد طب Lös الناس فرحانة بك انت في النادى الاهلي أه أكيد طب قول لي صراحة والدك قال لك ايه لو تفتكر كلمه وانت خلاص وقعت في النادى الاهلي وروحت قلت لو في النادي الاهلي يعني حضراك بتكلمني في المنافسة وا 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 فطبعا انا قبل ما اعمل حاجة انا صليت استخارة ماشا الله قعدت معهم فحسيت براحة خلاص فخلاص انا موجود توقن على الله اه خلاص انا الكلام مش كتير فده خلاص انا موجود في النادي الاهلي انا هم ارتاح كده طبعا مع ان والدي كمان لما خدت رأيه طبعا مبسوط جدا ورادي جدا انتهي الامور فانا بالنسبة لي يعني انا كاسبان في كل حاجة يعني انا يعني ابر الاهلي والابو يا امي فادعي لك اه فانا خلاص يعني في حد بيدعيلي وحد راضي عندي دي هم حاجة فده مطمني يعني الصراح السؤال اللي دايما ممكن اي لعيب يقف عنده او المفاوضات تقف في الفلوس مناش دعب الفلوسك مش عايزين الرقم لكن في مفاوضات حصلت في الفلوس ولا انت قلت اوكي توكلنا على الله بصراح اه هو انا عمتا ما باتكلمش كتير في التعاقد وكده فهي كان الكلمة وخلاص وانتهى اه تمام اه انا يعني ما بحبش اتكلم كتير اه موافق مش موافقة كده خلاص كان وجودك هو ده كان الحلم اللي كنت بس تحققه عشان الوالد والوالدة والاسرة واكيد اي حد يعني يتمنى ان هو يكون موجود في النادي الاهلي يعني اي تقريبا اي لعب يتمنى ان هو يكون موجود في النادي الاهلي طبعا قولك سرحة كده اكيد دخولك لقريتك ودخولك لاهلك وكل الاسرة وكل اصحابك الوضع اختلف عندما دخلت النادي الاهلي خلاص بيسألك على كل اخبار النادي الاهلي وبيسألك على كل حاجة في النادي الاهلي دلوقتي صحيح الله يعني انا يعني انا حسيت تقريبا اصحابي كله مهلوية مش انا فجأة اه طريبا يعني فكله بباركلي اه يعني وكله مبسوط جدا ويعني اصحابي كلهم مبسوطين وكله بباركلي وتسل بي فالناس كلها كانت مبسوطة فانا الصراحة ده كان شيء يبسطني يعني انا مبسوط انا شايف الناس كلها مبسوطة معايا يعني قولي اي احلامك مع النادي الاهلي اه طبعا انا باحلم مع النادي الاهلي ان انا كالعادة الطبيعي بتاع النادي الاهلي تشيل بطولات بتتكلم في 3 بطولات او 4 بطولات في السيزن الواحد اي حد باحلم انه يعمل ليه تاريخ او يعني شيء الكوس فاكيد انا باحلم مع النادي الاهلي ان انا شيل بطولات بطولات مع النادي الاهلي وبطولات شخصية كمان يعني فردية المنافسة المحلية شيء والمنافسة الافريقية شيء تاني خالص شايف الانديات التونسية والانديات الجزائرية والفرق في افريقيا شكلها ازاي مع النادي الاهلي حضر لك طبعا النادي الاهلي نادي كبير يعني انت بتتكلم في تقريبا اكتر نادي محق ابو طلاط ما شاء الله الحمد لله فالحمد لله يعني انت هتروح اي بلد الناس بتعمل لك حساب وكله الام من نادي الاهلي طبعا فرق فيه فرق كويسة وفرق قوية بس النادي الاهلي برضو فيهم يعني بس شايف ان فيه منافسة قوية داخل الاندي الافريقية اكيد اكيد هنرجعك شوية لبطولات العالم ولعبة جوة بطولات العالم واضافة البدارة بتحب اي مدرسة في الكرة الطائرة برازيل ايطاليا هو انا امو انا صغير انا كنت بفرج على الدوري الايطالي على طول باستمرار يعني انا كنت احب بفرج على الدوري الايطالي ايه هو كان بيتزاع على طول اه فكنت بحب اللعب متابع لدوري الكرة الطائرة اه اه اكيد وطبعا الدوري البولندي اه نفس الكلام انا شوفت بفرجتي يعني كتير اه اكيد اي لعب بولي اكيد لازم نكون فرر انتخال خبرات معينة اكيد لازم تعلم اللاعب الدولين ايه حكاية الصورة دي معك اه دي كانت بطول كاس العالم اه 23 سنة كانت عندنا في مصر وطبعا لتحكي انا عمل لنا صور وحطانا في الشوارع اه فانا كنت متصور مع نفسي انا مفسوط بالصورة الصراحة اه اه قل لي بصراحة لعيب كرة طايرة في مصر او لعيب انا لعيب هاندبول اه لما صورتك تحطت في الشارع او صور اللعيبة في المنتخب بصفة عامة لما صورتك تحطت في الشارع قلته ايه يعني جوه فقهاتكو المغلقة زي يقولو اتبسطتو فريحتو بقيتو نجوم زي نجوم كرة وهكذا ولا الامور مش مش زيها هو اكيد اللعيبة كلها كانت مبسوطة جدا اه لان انت مثلا ده امر مش اه يعني مش طبيعي انت زي كرة القدم اه فطبعا لما تلاقي صورك في الشارع اه فده حاجة تبسطك جدا فحاجة للتاريخ يعني للذكرة حاجة تاريخ عشان كده صورت معاه اكي قل لي واكل البدلية صح ده كانت صورنا واحنا في الناشئين كنا عقب في قلب النادي الاهلي كنت بلعب بترجيت ساعتها كان بترجيت ناشئين بترجيت في الوقت ده يعني احنا كنا بناخد يعني اول تاني جمهورية قاهرة يعني اكيد في حد اثر وانت لسه صغير اثر فيك في ماشئين تفتكن مين اه انا اول ما دخلت النادي بترجيت اتمرنت مع كابتن احمد فتحي ده كان مدرب اه ممتاز جدا وعلمنا كتير يسيروا ضفلينة وبعديها طبعا عدنا فترة طويلة مع كابتن طانطاوي ده كان يعتبر صنع الاجيال في بترجيت ساعتها اتمرنا سنين في الجزيرة طبعا كابتن طانطاوي يعني كان بيعامل لعبه كويس واتمرنت مع كابتن عمر حنوي اول ما طلعنا مدرب otine ممتاز جدا عالي خلك جدا اكيد ده مرحلة الناشئين اكيد ده عاكيد في مرحلة الناشئين إن شاء الله هيوضع هيختلف. قل لي اللي انت شايفه هتضيفني. كأبو السعود داخل القلعة حمارة. خلينا نبص للصورة دي الاول. بنرجع تاني. قل لي الصورة دي ايه حكاية. اه دي الصورة كنا في استادة الكاهرة بعد المشاط اه كان ماتش قريبا. احنا كسبنا بولندا عندنا طبعا بولندا مدارسة كبيرة في الكرة الطائرة. اه. كان ماتش بولندا? تعريبا كان ماتش بولندا. اه. احنا طبعا كسبنا فرق كتير عندنا هنا في الاستاد. الناس كانت. عجباني او كسبنا فرق كتير بصراحة. اه. عجباني يعني حاجة عظيمة ان المنطبات المصرية بصفة عامة تكسب اه منتخبات اوروبية. دي حالة كويسة جدا. اه اه منتخب بولندا طبعا منتخب كبير جدا ومدرسة كبيرة جدا في الكرة الطائرة. اه الناس لما لقيتنا بنكسب وفي الاستاد الناس كانت بتيجي بزيادة وبتشجعنا بزيادة اه يعني الناس ما كانتش مسدق ان احنا بنكسب الفرق دي وان احنا نقدر يعني. عبدالسعود بصراحة شديدة لما الجمهور دخل اعتقد ان الجمهور كان زائد في بطرات العالم. وكنت او مرة لعب قدام الجمهور ده. اه. مزبوط. قل لي انتباعك ايه والجمهور ده بيخش ارض الملعب وبشجع في بقوة جدا 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 اعتقد ده فرق معاكو كتير داخل ارض الملعب. اه احنا تقريبا البطولة دي كانت اه الجيم كان النظام اللعب فيها مختلف. خالص. اه. ارسالات و 15 دقوط. اه. طب قل. فطبعا احنا كنا بنعتمد مع الجمهور وكده ان احنا نخطف في الاول ماتشاط هما طبعا الصلاة اللعب فيها مختلف بتاع الاستاذ ديت. الصلاة كبيرة. كبيرة. فاللعب. اه. اللعب فيها كمان في الملعب نفسه مختلف. اه. فيعني لما الفرقة تكون تاخد على الملعب اول ما تاخد على الملعب. يكون احنا خلاص خطفنا الشوت. اه. فشوت مع الجماهير معا يعني ده خلانا كسبنا متشاك كتير وكانت فترة حلوة يعني الجماهير كانت كلها تنزل الصار معنا وتسلم علينا. طبعا. نسكت مبسوطة جدا يعني. دي ملاحنا فترات حياتك. كانت فترة كويسة ايوة يا مزبوط. عايز الجمهور ييملي الصلاة كده بالشكل ده? اه. انا اتمنى اكيد يعني ان الجمهور يكون موجود في الصلاة اه. وده موجود في النادي الاهلي بشكل كبير. اه. يعني انا مثلا افرج على الكورة ولا اي المدرج مثلا فاضي. مش حلوة. يعني انا مش حاسس. انا بحس ان هو ايه لا الجمهور هو اللي عمل. يعني حاسة هو اللي عمل طعم اصلا للمباراة. مش مش من اللعيبة حتى. يعني ممكن اعاد افرج على الجمهور وتشجيع والدخلات 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 والحاجات دي. لا لا مختلفة اكيد اه. وجود الجمهور اكيد دعم للعيب وآه. تقول الجمهور الاهلي. والله اه يعني انا بتمنى حب الناس لايه يعني كجمهور. اه والواحد يضيف يعني مع النادي ان شاء الله ونفضل تشايلين بطولات يعني مع النادي الاهلي يعني بازن الله. يا رب نتمنى الخير لازم فيه رسائل مهمة بتقديها وتقول ايه الاسرة السودك الكريمة. تقول لهم ايه? والله انا بشكرهم اه على وجودهم في حياتي يعني ابويا امي وآهلي آآ واخواتي آآ يعني ربنا يطول في عمرهم انا والدي كبير في السن شوية ومنطيفة ربنا يطول في عمرهم ان شاء الله يعني ربه. تقول ايه جمهور السوشيال ميديا خاصة اللي ضدك واللي بيديك سابورت. والله اللي بيدعمنا يعني شكرا كتير لي جدا. وانا ببقى مبسوط جدا بكلامه وده بيدينا طاقة ايجابية. واكيد احنا محتاجين ده ينتشر في مصر كتاقة ايجابية عمتا. آآ واللي بي يعني مثلا وحد دخل قال كلمة وحشة وبتاع فعادي يعني كلمة تلزقش يعني تلزقش. الله يستمحوا. لا يعني خلاص كاني ما شفتهاش وعادي ما فيش كاني ما شفتهاش عادي خلص. تقول ايه اللي عبتك اللي انت انضمت اليوم حديثا لكل فريق النادي الاهلي وهو فريق احلام وهو عند الجمهور النادي الاهلي هو فريق من الفرق الكبيرة جدا موجودة. آآ بتمنى التوفيق ان شاء الله ويبقى موسم كويس لنا كلنا وآآ دايما آآ بطولات ودايما بنشيل الكوس للنادي الاهلي وفرق كبيرة يعني كلهم يعني من كبير ونصغير يعني الاصغر حد فيهم يعني انا بحترم كله يعني الصراحة. شرفتنا ونورتنا وان شاء الله اضافة قوية وقوية جدا في النادي الاهلي. شكرا جبا في الصعود. شكرا كتير. صح. فعلا ان شاء الله بازن الله تمنى لكيبتنا بالصعود. عملنا معه حوار عشان نشوف الجوة وعمل ايه. وجي النادي ازاي وكل حاجة. بنتمنى له ان شاء الله التوفيق داخل فريق الكرة الطائرة رجال في النادي الاهلي. كل عمناتنا الطيبة لكل فرق النادي بازن الله. في سيزن الجديد عشرين تساعتاشر عشرين 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 بطولات جديدة وكؤوس جديدة. في اخر الحلقة بشكركم وإلى اللقاء. اشتركوا في القناة